بعد خطوات ديبلوماسية باتجاه القارة السمراء استضافة لمؤتمر يضم العشرات من قادة إفريقيا المؤتمر الأمريكي الإفريقي الأول من نوعه منذ عام 2014 يحضره قربة الخمسين رئيساً إفريقي يبحثون على مدى ثلاثة أيام في العاصمة الأمريكية واشنطن سبول التعاون بين بلدانهم والولايات المتحدة ودعم العلاقات الأمريكية الإفريقية الهدايا الأمريكية للشركاء الأفارقة إن صح التعبير ستكون سخية على ما يبدو فعلى مستوى الدعم المادي الذي أعلن عنه مستشار الأمن القومي جاك سلوفان والذي سيصل إلى نحو خمسة وخمسين مليار دولار ستتلقها إفريقيا على مدى ثلاث سنوات لدعم مجالات ذات أولوية مثل الصحة ومكافحة التغير المناخي وهي المخاصصات التي لن تكون مشروطة بمواقف معينة كإدانة الحرب الروسية في أوكرانيا مثلا المساعدات المالية ليست المكافأة الأمريكية الوحيدة فهناك تواجه أمريكي لزيادة دور إفريقيا على الساحة الدولية مع مقعد في مجلس الأمن الدولي عدا عن الدفع باتجاه تمثيل الاتحاد الإفريقي رسميا في قمة مجموعة العشرين وهي دعوات من المتوقع أن يطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال كلمته أمام القمة على مدى الأيام المقبلة جهود يضعها محاللون سياسيون في إطار المساعي الأمريكية للحفاظ على توازن في علاقات إفريقيا مع المجتمع الدولي لسيما في ظل تواجد صيني روسي بات مؤثرا في القارة عبر استثمارات ضخمة للصين في دول القارة ومنح روسية في مجال الغذاء الذي تضرر بفعل أزمة الغذاء العالمية التي خلفتها الحرب في أوكرانيا بيد أن هذا ليس كل شيء فهناك القلق الأمريكي من تواجد أمني روسي يتزايد في إفريقيا مؤتمثل في قوات باغنر العسكرية الخاصة والتي تضاعف انتشار عناصرها في السنوات الأخيرة في عدد من الدول الإفريقية أبرزها مالي وإفريقيا الوسطى وليبيا أيضا رغم أن في موسكو أي علاقة لها بهذه القوات عوامل تدفع بالولايات المتحدة إلى توسيع الخطى باتجاه أفريقيا رغم تحفظ أمريكي على أوضاع حقوق الإنسان في عدد من تلك الدول إلا أن الملف الحقوقي الذي كان ولا يزال مصدر قلق للإدارة الأمريكية لم يمنع استمرار تقديم المساعدات لدول مثل مصر وموريتانيا وتونس والمغرب أيضا لدعم جهودها في التصادي للإرهاب هذا عدا عن اهتمام أمريكي وتواجد ملموس في أزمات دول إفريقية بارزة مثل السودان وليبيا بالإضافة إلى جهود أمريكية متواصلة لإيجاد توافق بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان في ملف سد النهضة